السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك المناطق الصحراوية متوقعا تقل إلى ما دوم 7 درجات مئوية ابتداء من مساء يوم الغد الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء معتدلة استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها 9 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 21 درجة مئوية الرطوبة مرتفع نوعا ما 68% الرؤية الأفقية لا تزال جيدة 7 كيلومتر لا تزال دورة الكويت والمناطق المحيطة في شمال شبه الجزيرة العربية متأثرة في استغرار في الطغس الآن ابتداء من مساء اليوم ستبدأ الأجواء أو التعمق في المرتفع الجوي قد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وقد تحول الرياح لرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة قد تتراوح ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة الأجواء باردة في المناطق الغربية والمناطق الصحراوية من دولة الكويت متوقع أن تصل في الشقاية والسالمة إلى درجات مئوية المناطق الصحراوية قد تقل إلى ما دون ذلك خاصة درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 5 درجات مئوية وذلك بفعل استمرار الرياح الشمالية الغربية المناطق الصحرية بشكل عام متفاوتة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية مع تشكلات بعض الصحب المناطق الوسطى وكذلك المناطق الصحرية من دولة الكويت مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تكون درجات الحرارة متفاوتة ما بين 16 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية في مدينة الكويت الرياح ستكون متقلبة للاتجاه خفيفة السرعة إلى رياح الشمالية الغربية تستمر رياح الشمالية الغربية في نهار الغد متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية في بعض المناطق الوسطى المناطق الساحلية ستكون متفاوية ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية مع تكونات بعض الصحب المتوسطة على بعض المناطق الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية ارتفاع الموج متوقع نتراوح ما بين 2 إلى 4 تقدام تيرات المآيرات الزالقوية في فترات الحمل هذا الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5 و 13 دقيقة موعد شروق الشمس الساعة 6 و 38 موعد أذان المغرب الساعة 4 و 54 دقيقة بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة أجواء معتدلة اليوم ابتداء من يوم الغد يوم الجمعة تتحول رياح شمالية غربية مع امتداد المرتفع الجوي نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة في بداية الأسبوع القادم متوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 قد تقل إلى ما دون ذلك في بعض المناطق إلى 18 درجة مئوية الدرجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 9 درجات إلى 11 درجة مئوية في يوم السبت مع استمرار السماء الصافية والرياح شمالية غربية متفاوتة في سرعتها ما بين 20 إلى 35 كم في الساعة أشكركم على حسن المتابعة وأن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر